أولى أخبارنا وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل إبارح اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة وعدد من الوزراء تابع فيه سيادته الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة واجه سيادته بالتنصيق والتناغم بين كل الجهات المعنية بالدولة علشان ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة وتحقيق أهدفها كمان أمبارح سيادة الرئيس عمل اجتماع تاني أمبارح تابع فيه الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العالمي واجه سيادة الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر عشان يبقى مركز بحثي ومدينة طبية متكملة وكمان زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنية التحتي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وقد وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها ووجه السيد الرئيس أيضا بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم وذلك بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السايبراني في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار عرض في هذا الإطار مخطط تطوير معهد ناصر كما استعرض السيد وزير التعليم العالي أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بيجلاسجو في مصر كما عرض السيد الوزير أهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات خاصة الحواسب الإلكترونية وتكنولوجيا الإنترنت والطيران والفلك والفضاء ومعالجة البيانات والبرمجة كما شهد الاجتماع إطلاع السيد الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فضلا عن الموقف الحالي لتقدم الأعمال في عدد من المشروعات القومية خاصة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عمري طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء عمري فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجيزة النجدة والمرور والحماية المدنية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين كما تم في ذات الصياق استعراض الجهود التنصيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقا لأحدث المعايير العالمية وقد وجه السيد الرئيس بالتنصيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا للاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة احنا بنتكلم عن شبكة محمول مختلفة خالص عن شبكة المحمول الموجودة بتشتغل على الجيل الرابع الهدف منها هي مسألة السيطرة على الأزمات تأمين الناس بصفة كبيرة يعني لما يحصل أي طارق الناس بتتصل برقم واحد الرقم ده بيكون متصل بكل الجهات الحكومية اللي المفروض أنها تتحرك بناء على هذه الشك وأعتقد أنه من أول المحافظات اللي نفذت واشتغلت على هذه المنظومة كانت محافظة بور سعيد لو بنتكلم عن معهد ناصر وتطويره فطبعا كان في بعض شكاوى من المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة في معهد ناصر وإحنا بنتكلم أنه ده معهد بيستقبل تقريبا مليون وستمائة ألف حالة سنوية ما بين جراحات لأورام لعيارات خارجية فمسألة التطوير فيه مسألة غاية في الأهمية خلينا نروح مع حضراتكم للخبر الثاني وخلينا دلوقتي نتابع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت إنبارح ومن بينها ترقص الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع وكمان متابعة موقف توفر السلع ومستلزمات الإنتاج وأخبار تانية حتلاوها ضمن التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إنبارح منها ترقص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وخلال الاجتماع تم استعراض موقف أرصدة السلع الأساسية زي الأمح والرز والزيت والسكر والمكارونة والفول واللحوم الحية والدواجن وأكد رئيس الوزراء توفر أرصدة آمنة ومطمئنة من كل السلع الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن كمان إمبارح الدكتور مدبولي عمل اجتماع تابع فيه توفر السلع والمستلزمات المرتبطة بالصناعات الغذائية وقال إن الحكومة بتنسق مع البنك المركزي لتيسير إجراءات الحصول على مستلزمات الانتاج وتذليل أي عقبات قد تواجهها إمبارح كمان استعرض الدكتور مدبولي تأرير هيئة الدواء المصرية بشأن حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات وثم من رئيس الوزراء جهود قطاع الدواء خلال مواجهة جائحة كورونا وبالنسبة للشائعات اللي ترددت بشأن تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الأدامي في الأسواق قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الكلام ده غير صحيح وكل المنتجات الغذائية المتدولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية